أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً أعلنت فيه أن جوازات السفر غير البيرومترية المسلمة قبل 30 مارس 2010 ستصبح ملغية ابتداء من 30 من مارس 2015 على أبعد تقدير وأنه لن يتم تمديد صلاحيتها أو استعمالها كوثيقة للسفر خارج التراب الوطني ابتداء من أبريل المقبلة التفاصيل في هذا الرابورتاج لكريم قرقوري بلاغ وزارة الداخلية أكد أن جوازات السفر غير البيرومترية المسلمة قبل 30 مارس 2010 ستصبح ملغاة ابتداء من يوم 30 مارس القادم على أبعد تقدير وأنه لم يتم تمديد صلاحيتها أو استعمالها كوثيقة للسفر خارج التراب الوطني ابتداء من فاتح أبريل القادم خطوة تجمع الأغلبية والمعارضة الحكومية على أهميتها هذا العمل يدخل من الواجهة لتحديد الإدارة وعصانتها والرقمنة لها اليوم أنتما تعرفوا مع تعدد الوسائل للجريمة الدولية يصبح أنه خصوص تكون بعض الوطائق التي تكون آمنة جدا أعتقد جواز السفر الرقمي سيكون حد من هذا العمل للتزوير خصوص الأمم اليوم أولاد مرتبطة بالإرهاب ووسائل التي هي كبيرة جدا وجواز السفر البيومتري وكذلك البطاقة الوطنية البيومترية وكل الوطائق التي تدخل في سياق رقمنات الوطائق والخدمات المقدمة للمواطن هي خدماته بشكل عام ممتازة وحسنة لأنها تسهل عملية التعامل المواطن معها مع الإدارة وفي السلوك تسهل عملية المراقبة إلى ذلك دعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين الحاملين لجوازات السفر غير البيومترية إلى الإسراء بالتوجه إلى المصارح المختصة من أجل الحصول على الجواز الجديد والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها يأتي اعتماد جواز سفر بيومتري في إطار مسلسل الإصلاحات والتحديث التي تنهجها الدولة وخصوصا فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية فقد تم اعتماد جواز سفر البيومتري انطلاقا من سنة 2009 وذلك لما له من مزايا عديدة فيما يخص السرعة والدقة في الإنجاز كما أنه يصعب معه الزوير وذلك نظرا لربته بنظام معلومات جد محكم ومشفر هذا وكان المغرب قد شرع في العمل بجواز سفر البيومتري منذ منتصف شهر دجمبر من العام 2009 وهي خطوة تأتي في طار مشروع لتحديث الإدارة المغربية ورقمنة وطائقها وطبق لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني وذلك لضمان الاعتراف الدولي باستعمال جوازات السفر المغربية